معنى ان انت بتحب ربنا ان انت تحبب الناس كلها في الله ولذلك من اهم الحكم اللي انا بعيش بها في حياتي ان ليس من تمام الحب ان تحب حبيبك وحدك ولكن من تمام الحب ان تجعل الكل يحب حبيبك انا اقصد مولانا سبحانه تعالى فلازم الكل يحبوا مولانا سبحانه تعالى واكتر حاجة ممكن يبقى فيها ومن غشانا فليس منا هو الغش في حاجة اسمها الغش التجاري وفي حاجة اسمها الغش الديني ده اسأل الله سبحانه تعالى ان هو يجنب مجتمعنا الغش الديني لانه للأسف للأسف احنا محتاجين نقاوم هذا الغش الديني باشكال كتيرة جدا جدا حتى في انفسنا حتى الغش الديني هو عندما يصبح التدين بلا اخلاق عندما يتحول التدين الى اخلاق و الى قيم تدفع الناس انهم يكونوا اهل تنمية و اهل جمال و اهل رحمة و اهل خير هو دوت التدين الحقيقي و هو دوت عدم الغش الديني و هو ده الصدق الديني فارب جعلنا دايما من اهل الاخلاق و ربنا يجعل هذه الرسالة تصل الى كل الناس عشان نقدر نكون افضل من كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر